تشهد محافظة الوادي الجديد تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج طلاب المدارس بالمحافظات الحدودية ويشتمل البرنامج على تقديم العلاج وإجراء المسح الشامل لعدد 42 ألف طالب وطالبة على مستوى مدن وقرى الوادي الجديد للعلاج من أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم يتهد في إطار توجهات الدولة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان لطلاب المدارس بالمحافظات الحدودية والمدن والقرى النائية نحن بدأنا المبادرة من الترمي الأول ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض سوق التغذية الأنيميا والتقزم والسمنة وبنكمل في الترمي الثاني بدأنا برضو بتكملة باقي المدارس المستهدف بتاعنا هي المرحلة الإتدائية من أول صف الأول الإتدائي لحد الصف السادس بنقوم بمسح لجميع الطلبة في هذه المرحلة وبنحدد طبعا الحالات الإيجابية وبنبلغ أوليها الأمور وبنقدم لهم العلاج اللازم والأطفال اللي محتاجين عرض على جهة أعلى بنقوم طبعا بعرضهم على لجانة متخصصة ترجمة نانسي قنقر